موسيقى أهلا بكم مشاهدين الكرام أينما تكونون لموجز لأهم الأنباب من قناة عدن الفضائي أهلا بكم استمع نائب رئيس الجمهوري الفريق الركنع لمحسن صالح في لقائه مع محافظ محافظة الجوف اللواء الشيخ أمين العكيمي لجهود سلطة المحلية والمكاتب التنفيذية في البناء والتنمية وتثبيت الأمن والاستقرار وأشهد نائب الرئيس بالجهود المبذولة لمختلف الأجهزة الرسمية المدنية والعسكرية والأمنية بقيادة محافظ المحافظة الشيخ أمين العكيمين منوها إلى توجيهات فخمة الرئيس عبد الرب منصور هادي رئيس الجمهورية بالعمل على توفير خدمات المياه والكهرباء والصحة والتعليم والطرق وإعطيه اهتماما كبيرا بهذا الجانب ووضع الخطط التنموية الاستراتيجية شارك الفريق الحكومي لجمهورية اليمنية بمشاورات السلام التي عقدت في السويد بتسيير الأمم من الأمم المتحدة عبر المبعوث الخاص الأمين العام للأمم المتحدة مارتن غريفت وقد حضر الفريق الحكومي جلسة الافتتاح التي تحدث فيها المبعوث الأممي مارتن عن أهمية عملية السلام في تخفيف الأوضاع الإنسانية مؤكدا أن عملية المشاورات ستقوم على أساس المرجعية الثلاث المتمثلة بالمبادرة الخليجية والية التنفيذية ومخرجة المؤتمر الحوار الوطني الشامل والقرارة الأممية والدولية وفي مقدمتها القرار رقم 22-16 الأخبار من الميدان قصفت ميليشيا الحوثي الانقلابية الإيرانية بالمدفعية وبشكل مكثف مركز سيتي ماكس التجاري في مدينة الحديدة وقالت المصادر المحلية أن الميليشيا الحوثية قصفت بقذائف الهاون والمدفعية مركز سيتي ماكس الذي أسفر عن تدمير المركز واحتراقه بالكامل وضافت المصادر أن المركز التجاري كان يحتوي على بضايع تجارية تقدر بمليارات الريالات وكانت ميليشيا الحوثي قد استهدفت عدد من منازل المدنيين بقذائف الهاون وبشكل عشوائي في مديرية التحيطة وسقطت القذائف على عدد من المنازل ما تسبب بتدميرها بشكل كلي وألحقت ضرر لمختلف منازل أخرى تقدمت قوات ألوية العمالقة جنوب مدينة الصالح السكنية في محافظة الحديدة لإطباق الحصار على القناصة من مسلحين ميليشيا الحوثي المتمركزين فيها وتمكنت ألوية العمالقة من تطويق وحصار مئات القناصة الحوثيين الذين يعتلون أصطح المباني السكنية في المدينة ويستهدفون الأحياء السكنية منها ووصلت ألوية العمالقة تقدمها من حي 7 يوليو باتجاه وسط المدينة لتحريرها وتطهيرها من سيطرة مسلحة ميليشيا الحوثي وتأمينها بعد طردهم منها عثرت قوات الجيش الوطني على لغم بحري زرعته ميليشيا الحوثي الانقلابية المدعومة من إيران قرب الممر الدولي غرب محافظة حجة وكانت الميليشيات الانقلابية قد زرعت اللغم في وقت سابق غرب جزيرة بوكلان في مياه البحر الأحمر وفجرت قوات التشكيل البحرية التابعة للمنطقة العسكرية الخامسة اللغم لمساعدة خبراء من تحالف دعم الشرعية في اليمن مع نقلها إلى خورميدي حققت قوات الجيش الوطني من منتسبي لواء الكواسر بقيادة العميد صالح ناصر المرقشي قاد اللواء تقدما جديدا شمال محافظته الصعدة وسط انهيار كبير في صفوف الميليشيات حيث تكبدت عناصر الميليشيات الانقلابية خسائر بشرية ومادية كبيرة وقال مصدر عسكرية ان قوات اللواء نفذت عملية عسكرية نوعية باسناد من طيران التحالف العربي تمكنت خلالها من فرض السيطرة الكاملة على سلسلة جبال العلم وتبت الزنج في جبال الرزامي في محافظة صعدة مؤكدا ان العملية العسكرية اسفرت عن مقتل ثمانية وجرح العشرات من عناصر الميليشيات بينهم قناصون كانوا يتخفون داخل خنادق صخرية وجروف جبلية انتهى الموجز في امان الله اشتركوا في القناة